والله هي العراقية الاحنين ربا ضارة النافعة زي ما قلت لك سابقا فالمشاكل اللي حدثت في ترابلس مؤخرا اترت سلبا على تقديم الخدمة لبعض المناطق الفروع اللي تتواجد في هذه المناطق هذا مما اترت سلبا على تقديم الخدمة للزباين لكن ادارة تقنية المعلومات والادارة العام بصفة عامة لن تتوانى اي لحظة في تدليل الصعاب تم فتح مراكز خدمات خاصة بهذه الفروع اللي في مواقع الاشتباكات مكننا زباين الفروع عادي من السحب زي يوم الامس يوم السبت كنا نقدموا في قصر بنغشير نمنحوا فيهم في السيولة عن طريق فرع الميدان كذلك مبنى السلع اللي موجود في شارع عمر المختار كذلك فرع المطار اللي يقدم في الخدمة حاليا من غط شعال فحاولنا بقدر الامكان بالنال ضرورة تقديم الخدمة للزبون اي كان في اي مكان وضع تعليمات لكافة فروع المصرف بان الفروع اللي واقع في نطاق الاشتباكات ضرورة تمكين زباينهم من السحب اسوة بموضبية بزباين تلك الفروع مثال لو فرضنا جينا لفرع سوق الثلاث احنا عندنا كود نمبر لكل فرع فرع سوق الثلاث الصق متاعه يبدأ بـ 0.22 بينما فرع قصر بنغشير يبدأ بـ 0.19 أو 0.29 فرع المطار لما يجي زبون واقف في الطبور منجي يقولون انت برل الفرع متاعك بما ان الفرع موجود في موقع اشتباكات لازم نقدم الخدمه نعتبروه ان هو صاحب الحساب بهذا بتلك الفروع اللي مقدم فيها الشيك نظرا للظروف اللي مار بها المنطقة ونظرا للظروف اللي مار بها زبون سواء كان بالتهجير أو كان طالع بدون ارادة ان هو اخرج من بيته فلازم انه نزيدش عليه كهله اكتر من هيك لازم نقدم له الخدمات وندلله الصعاب حتى يتمكن بنخلقوله راحة نفسية ولو بالبسيط الامل البسيط برغم ان هو طالع من بيته لكن احنا نحاول بقدر الامكان منحسسوه ان انت الفرع اللي جيته كي انه فرعك هو قدمنا لهم الخدمات وارباب الاسر خاص بتقاثر باب الاسر اللي فيلي مقداش ال 500 دولار اللي في المناطق بما ان المشكلة دية من شهر اربع بادية مناطق اللي فاهم مشاكل فحاولنا بقدر الامكان مشكورين لقطاع التسويق المتمثل في السيد زايد الأتماني كذلك ادارة تقنية المعلومات كذلك لادارات دات الاختصاص بانه هي فتحة افاق لتقديم هذه الخدمات من مراكز تقدم لي خدمة لهذه الشريحة ونسأل الله انه تفرج الامور على ليبيو وترجع الامور للمياه المجرهة وهذا ما نطمح له ومصرف الجمهورية سائر على الدرب انه هو يقدم خدماته الالكترونية بشكل يليق بسمعة مصرف الجمهورية كذلك نتمنى من الله العلي القدير انه تتجه كافة المصارف وبالذات عليه مصرف الجمهورية هاي المصارف توا في نفس المسار ننتقلوا الى الخدمات الالكترونية بدلا من الخدمات التقليدية